وفي هذه الأيام في هذه المرحلة في ترتبات بتجري على قدم وساق داخل النادي الأهلي استعداداً للموسم الجديد على مستوى فرق كرة القدم وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم وأيضاً التعامل مع السيناريو الحالي اللي لسه لم تتضح معالمه بكيفية إنهاء هذه النسخة أو النسخة الحالية للدوري الممتاز المصري لكرة القدم خاصةً وإحنا مقبلين بعد أيام قليلة جداً وبدأ إن شاء الله من مساء يوم القدم بحفل افتتاح ومباراة الافتتاح بين مصر وزنبابوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 وكيف سيستكمل الدوري المصري ده اللي لسه لم تتضح معالمه حتى يومنا هذا واللي لسه عامل طبعاً شيء من عدم الإدراك فيه للأمور بالنسبة لإدارات الأندية المصرية كيف ستتعامل مع هذا الأمر وكنا شفنا وقمنا مع حضراتكم باستعراض في حلقات سابقة وفي حوارات سابقة في الأهل الليلة مشكلات موجودة لدى غالبية الأندية المصرية سواء اللي بتتصارع على قمة الدوري ووصولاً إلى نادي الأهلي طبعاً في مقدمة هذه الأندية والأقرب إلى حسم البطولة هذا العام وفقاً لترتيبه في جدول الدوري حالياً والنقاط اللي هو بيتفوق فيها على أقرب المنافسين وأيضاً فيه القاع والفرق اللي بتصل إلى نهاية الدوري والمهددة بالهبوط إلى القسم الثاني أو الدوري الممتاز به الكل كان بيقول أن السيناريوهات دي بتؤثر على فرص الاستفادة باللعابين الفترات الزمنية المحددة لانتهاء الإعارات واللعابين الموجودين لدى بعض الأندية وهيعود لأنديتهم الأصلية بعد نهاية هذا الموسم وتحديداً بدءاً من الشهر الحالي ومع بداية شهر ستة وده كان عامل لغبطة في حسابات عدد من الأندية وأيضاً فكرة الاستعداد للموسم الجديد على الصعيد الأفريقي وحسم البطولات بطولة الدوري المصري بطولة كاس مصر كمان عشان تحسم الأمور الخاصة بممثلي الكرة المصرية في البطولات القادمة الدوري الأبطال الأفريقي والكونفيدرالية وأيضاً مواعيد القيد وفقاً للجدول الزمني اللي تم إعلانه عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الكاف بالرغم من هذه الأمور التي لم تتضح بعد والمشكلات طبعاً بتحيد بالدوري المصري ونسخته الحالية اللي كانت مضطربة إلى أبعد مدى وكانت من أصعب المواسم اللي مرت علينا بإجماع الأراء سواء نقاد أو محللين أو لعبين سابقين أو الأجهزة الفنية وإدارات الأندية الحالية في الدوري الممتاز وعدد من المحللين الكل شايف أنه كان من أكثر المواسم اللي الأمور فيها مضطربة وغير منتظمة إن شاء الله يتم تدارك هذا الأمر بدءاً من الموسم القادم وتبقى الأمور بيتم التعامل معها وترتبها بشكل علمي وأكاديمي أكثر وبشكل أكثر دقة وتراعى فيه كافة الارتباطات الممكنة للأندية المصرية المحلياً على المستوى المحلي أو المستوى الأفريقي والدولي أيضاً